ممكن دكتورة سعادية نقطة الحرمان دي اللي بتخلي الأب والأم يتعاملوا بنفس الطريقة مع ولادهم إن أنا كان عندي حرمان فبالتالي أنا عايز أعرفك النعمة اللي في إيدك أنا ما كانش عندي ده فأنا نرجسي معاك أو مسيطر عليك علشان تحس بالنعمة اللي في إيدك أنا كنت محروم يعني إحنا بنرجع نقول ما يدعيه ليس بالضرورة هو الصحيح يعني هو يقول بهذا ليسانك حتى أنه يجمل التصرفات ويجمل سلوكيات وما بيسمي بديحكي عن نفسه أنه بخيل هل بديحكي عن نفسه أنه منان هذا الشخص النرجسي هو شخص أناني هذا معنى يعني الوجه أو الاسم الآخر للشخص النرجسي هو إنسان أناني نعم متمركز حول ذاته لا يقيم الأمور إلا من وجهة نظره وبالتالي حتى عندما يمتن على أبناءه وأنا بقول يعني سبحان الله الشخصية النرجسية تتنافى مع أبسط قواعد الأبوة أبسط قواعد الأبوة أنه الإنسان يزرع في ابنه لكي يصبح في لحظة من اللحظات وفقتين من الأوقات أفضل منه يعني عندما نحن نقول لثنين ما بيحبوش حدا يشوف أحسن منه لثنين لهو الأب والمعلم يعني بيحب أنه يرى لكن بالنسبة للشخص النرجسي هو شخص ما يقدرش يشوف ده وهو شخص لا يطاق للأسف يعني